امل انا عايزك تتحجبي الله اكبر ايه ده انا قرر تحجب امل انا قرر تحجب امل واخيرا الفيديو اللي طال انتظاره وانتو طلبتوه مني اكتر من مرة بس اسمحولي قبل مبدأ الفيديو ده يا ريتا رد على حتة صغيرة بس انتو قلتولي عليها في الفيديو اللي فات انا اسف على المنظر بس انا حابب البس قدامكم الاميص اللي انا المفروض كنت هروح بالفرح وردي زلمتكم ان كان هيبقى كويس عليا ولا لا والاميص ده بينطبك على باقي كل الامصان اللي عندي لان انا لما انتظمت في الجيم جسمي كبر شوية وانا مش وخبالي ودي كتاول مناسبة اروحة فللاسف لقيت كل الامصان عندي مش كويسة خالص انيات تلبس تحت بدلة وديقت عليا قوي لان انا كنت بجيب دايما الامصان اسليم شوية عليا فللاسف المنظر بقى عامل كده طبعا اضطريت ان انا حاول اشوف اي حاجة بديلة وكان الوقت قليل جدا وزي ما انتم سمعتوا في الفيديو اللي فات ان احنا كنا رايحين متأخرين جدا ويا دوب نوصل اصلا لقعة الفرح فما كانش في وقت ان انا الحق اشتري اي حاجة جديدة ده غير ان العريس اخويا وهو متقبل ظرفي وفهمني وهو مبسوط بلمتنا حواليه والباقي شكليات فدي المفروض حاجة تزعله هو ما تزعلكوش انتو بس انتو برضو عشان حبايبي قلت ارد عليكو في الجزئية دي وبالنسبة الامل وده اللي انا مستغربه فيكو ان امل كنت لابسها درس طويل وما فيهوش اي حاجة من اللي بتبقى في الافراح التانية لان الفرح انا عارف ان كله او اغلبه هيبقوا محجبات وهو ده موضوع فيديو النهاردة ويلا بينا علشان ما اطولش عليكو وتشوفوا انا مجهز ايه باول خلوني احضر اللي انا هفاجئ بيه امل علشان خاطر هو فعلا لازم يكون بفاجئة المهاردة وما تكونش متوقع مني تماما انا هقول لها ايه او افاجئها بالكلام ازاي الاول كده طالب منكو يا ريت الفيديو ده يوصلوا لايكات زي اللي قابله او احسن شوية علشان خاطر الفيديو ده في رسالة مهمة جدا لي والامل وليكو كلكو يا رب الرسالة بتاعت الفيديو دي المرة ده توصل صح علشان انا تعبت اللي مش واخد بالو انا ماسك ايه في ايديا ده ازدال وده ازدال انا دلوقتي عايز افاجئ امل بالقرار ده وقول لها اختاري واحد منهم فطبعا هتقول لي هاختار ليه طبعا المفروض هي الترجم من نفسها انا قصدي ايه وشكلها جات على السيرة وشكل الفيديو هيبدأ زي ما انا عاوز بالزبط انا المفروض هستقبلها بدول ولا خليهم في ايديا عشان نشوف رد فعلها خليكم اهاي تجابوا اعمل ايه بقى؟ حرم تعالي بقى عشان انا محضر لك مفاجئة جميلة وانت جاية عسيرة وازا ما يكوني زبطها معي على الشعرية ايه؟ زيكا عالية ايه؟ قولي بسم الله طبعا الفيديو يوتيوب من غيري؟ والله العظيم كانت فكرة كده عالطاير وبعد كده انا قلت هكملها لما انت تيجي كنت بعمل المقدمة وكده المهم اختاري واحد حلو ده مع اني ده لونه حلو اه ماشي خلاص هي دلوقتي اوه الحاجة اختارت بأيديها وبنفسها الحاجة اللي المفروض هي هتلبسها وزي ما انتم شايفين كده قولي ايه رمضان قرب اللي لا مش رمضان ايه يعني انا مش عارف اجبهالك ازاي بعدين انا مصلية مش قصدي والله بس يعني انا قلت اعملهالك مفاجئة كده اول ما تيجي واقولك القرار على طول يعني ايه ما في ايه 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 القرار جاهزة يعني حشتوني جدا والله انا عارف ان انا مقصرة معاكم بس انا مش عارفة ازاي برضو حاليم يمصور فيديو من غيري اعمل انا عايزك تتحجبي ايه هتتحجبي هتتحجب ايه لا بس يعني انت هكده انا شايف يعني ما هيبقى كويس عليكي وشايف هو انت شايف انت تشوف زي ما انت عايز هو ايه اللي انا شايف هو انت اللي هتتحجب ولا انا انا داخل دلوقتي في مرحلة الاطناع انت مجديني بتاع دي ليه دلوقتي بتاع دينا اللي هتلبسها صح؟ بس مسمعش البتاع اسمها اسمه ازدال ممكن نلبس الازدال علشان بس ايه اللي بتلعب بره وصاره وما حدش ياخد باله مننا ان احنا بنبجادل في حالة لان شكل كده الموضوع مطول وشكلنا هنتكلم كتير في الموضوع ده ومش هقفل الفيديو النهاردة غير لما اقنعك اقنعك يعني اقنعك ممكن نلبسوا بسرعة علشان هما شايفين دلوقتي احنا ابناني فاكرة بس هلبسوا ليه؟ طب نلبسوا ونطلعنا الكلام في العربية؟ معلش هنطلعنا الكلام في العربية يعني مفروض معادة العصر طيب 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 الله اكبر الله اكبر بس طيب البيسيه عشان تصلي العصر ولينا كلام بعد صلاة العصر حيوة اول موضوع لحد كده تلبسوا وبس وبعد كده نبدأ بقى في المرحلة اللي بعدين احنا ماشيين صح يا ريت ما ننساش نعمل لايك للفيديو ده يا جماعة والناس اللي اول مرة تشوفنا مش عميش اشترك في القناة يا ريت الناس كلها تعمل سبسكرايب يا جماعة علشان الفيديوهات اللي جاي كلها هتبقى بنفس الجدية دي طيب قولي كده في الكومنتات انا هقدر اقنع امل النهاردة بنسبة كم فلمية ان هي تلبس الحجاب؟ انا متفقل خير يلا يا مول واضطول والله طيب انا قفلت الفيديو ثلاث مرات وانتي معرفش انا مش عايز استعجلك طبعا بس لشان عايز اوري الناس بس الجمالة بسم الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله في ايه حليب؟ في ايه اول ما اشوف النفس ازدالي والله في ايه؟ طيب احكم انت بنفسك طيب انا سايب الفيديو وماشي امر يا جماعة امر في كل حاجة والله الوازم طول بينين انا امر في كل حاجة طيب احصل للعصر الاول ولا نروح نكمل الفيديو الاول لا لسه العصر مردانش هتصال للعصر ايه؟ الله معرفة الساعة كام اصلا نروح نتكلم بس بايدة عن صارة وايدة عشان ايه؟ نتكلم براحتنا ونعرف ناخد وندي في الكلام كده عشان صارة بتفهم ان احنا بنتخانق لما بنقعد نتكلم في الفيديوهات كده ايه ده؟ ايه ده؟ ده بدان تحبه ده او كوي زمي ده؟ تعالي 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 ده يعني احنا احنا اتشرفنا جدا بوجودك جدا؟ ايه بقى؟ ايه يا صارة؟ كلم بعيدة عن صورة ومفاجأة افضل الصلاة والسلامة بصي انا في الفيديو الاخير بصراحة قرأت كده اغلب الكومنتات ففي حاجة كده لفتت انتباهي ان الناس كتبة كتير مش حد واحد ولا اتنين احنا ملاحظين ان الفرح كله محجبات الا انت يا امل هو ليه انت مش هتلبسي امل زي اخوات حليم مثل ايه ده ماشاء الله هم لابسين نقاب فطب والدور على امل طب يا رب تتعلمي او كده فانا يعني قلت طب ما نبدأ نبدأ باي؟ نبدأ نلبس الحجاب ده بسبب ايه؟ يعني انت دلوقتي جالك الوحي فجأة كده؟ ولا ايه؟ يعني السبب الناس صح؟ انت بتقول انا عاريت كومنتات من الفيديو بتاعي مبارح فكررت ان انت هتتحجبي وناخد الخطوة ده بسبب رأي الناس؟ ومش الناس بس برضو يعني معلش انا اسفة من امتى واحنا بناخد برأي الناس؟ احنا بدقين بقالنا قد ايه؟ وفي ملايين الكومنتات قبل كده قالت ان يا ريتي اعمل تتحجبي يا ريتي اعمل تتحجبي احنا بنرى الكومنتات دي كتير ايه المستكد؟ انا برضو عايز اقناك فمش عايز اشد في الكلام انا بادئ بالراحة وبتكلم بالراحة علشان انا اقيل ان انا عايز اقناك اتعايز تقنعني برأي الناس؟ معلش؟ هولا لما هتحجب دلوقتي الناس دي اللي هتتحاسب بدالي هتتحاسب على القبل كده وهتتحاسب على بعض كده ولا ايه؟ انا مش فاهمك برضو مش هو دا الموضوع يعني يا ريتك قلتلي ان اللي قرر من جواك مثلا فرا ممكن ممكن اقتنع لكن فجأة كده جيت من فرح كل محجبين تاني يوم عايز نتحجب؟ مش برضو دا الفكر ولا هو دا السؤال امال ياسيب لك فرصة تتكلم نخلينا في الحجاب ونحاول نرتاح فيه ونبدأ من اول هنا ايوة ايه المستجد لما انا ايه المستجد لما انا هتحجب؟ هبقى محترمة مثلا؟ طب انا اصلا محترمة جدا من غير الحجاب اكيد طبعا وسؤال تاني معلش هو انت انا اسفة جدا بس انا عايزة اقنعه بحاجة هو انت شايف ان كل المحجبات محترمين؟ هو الحجاب صراحة مش مقياس للاحترام البنت انت شايف ان كل المحجبات لبسوهم ينفع لنفس حجاب؟ ولا نصهم؟ بصراحة دي انا مقدرش هتكلم فيها بثقة لان في برضو بنات للاسف بيبقوا محجبين من فوق نص شعرهم باين او لبسوهم من تحت بالنسبة للمنقبات كمان انت مش بتشوف ان في ناس بتلبس نكاب مخصوص عشان تدارة من حاجة معينة؟ بصي دي مش فكرة عامة هو اه بيحصل وانا مقدرش هنكر ده وانا تعاملت شخصيا مع ناس للأسف الشديد دون انطباع ان برضو مش قول معلش انت نفسك في السوشيال ميديا وبتشوف لايفات ناس بتلبس نكاب عشان تخبيوا الشعب يبقوا لابسين كت طيب يبقى يبقى طيب خلينا نتفق ان حتى لو يعني ايه اللي كان المستجدات انا مش بقولك نكاب انا بقولك انا بقولك خلينا نبعد الحوار ده علشان برضو يعني الناس معانا والناس معانا في الحوار احنا بنرد عليكم وفي نفس الوقت انا بحاول اقناعها مش كل المحجبات تمام لبسوهم صح ومشيين على بس فينا ايس ماشي صح فينا انا مقولتكش كلهم انا بقولك فينا از انت عاوزة تطلعي من الكلام ان الحجاب مش مقياس للإحترام تمام خالص وفيه ناس مش محجبات واقسم بالله لبسوهم حلو جدا ومحترمين جدا ونحن تشقدر يتكلمهم تمام تمام فانا دلوقتي انت عايزة ننبس الحجاب بغرض ايه انا الحمد لله بين نسبالي ده ما بيني وما بين ربنا انا الحمد لله بقصلي انت عايزة ترعيني ان لو جي الوقت المناسم هو اه انت في الصلاة بتلبسي اللبس المناسب للصلاة وان انت بتبقي بتقابل ربنا وقراءة القرآن او سماعة القرآن او الحاجات اللي كلها لها علاقة بالدين بتلتزمي بالحاجة ماينفعش تعملي حاجة اه منافية للدين احنا اصلا من عادتنا ما بنحبش ندمج لدين ولا سياسة ولا اي حاجة في قلب شغلنا لان احنا اغلب محتوانا اغلب وفعلا كله فور فن يعني ضحك وهزار ولعب وكلام ده كله فما بنبقاش داخلين في موديل جد قوي فما بنحبش ندخل قوي الحاجات دي في كلامنا لان احنا مش اللي احنا المفروض نتكلم في الحاجات دي لها ناسها وقنوات دينية نعرف نسمع منهم ونسألهم ونتصل عليهم والكلام ده كله انا دلوقتي في موقف اقناع بحاول اقناع بحاجة والدنيا حررت علينا هنا فانا اسف ان انا قلتلك تعاليلة العربية هنرجع مكاننا تاني علشان انا حاس ان الجو هنا حر جدا وانا اسف حاس ان انت بدأت هنا تتوهي مني هنرجع لمكاننا علشان نعرف نكمل كلامنا قاعديني حاولت اعمل شوية من الكلام اللي انتو حاولتو تشوفوه على امل وشوفتو الرد لو حد يملك رد بجد مقنع مقنع يا جماعة مش كل الكلام بصيغة الدين لان مش كل اللي بيتكلم لو دخلت علي صفحته هلاقيه ملتزم مية في المية بالدين فاحنا كلنا مقصرين حتى لو انا بصلي الخمس سلوات في اليوم فانا ممكن يابيلني فيلم اتفرق فيها انا مش عايزة طويل عشان امل عمالة ببصي وانكمل جوهورك نكمل كلامنا علشان المضوع ايه مفووض تحجبني اوه تحجبنا بيه اتحجبنا بيه اتحجبنا مينة عرض بس اه اوه اه ايا ايه مينفوكش امل هربيض ماتفقناش على كده انت بتعزر سلال انت بتعزر اولا اتفقق اسنا انا تحجب تخلص خليتني محجبة? هو ايه ده الاستفزز اللي احنا فيه ده? هو ايه الفيديو الغريب ده? يعني احنا ولقك اننا عملنا حاجة. يعني مجهود ده كله في مجهودك في ايه? انت لسه يا حبيب انت نعني ده لو اقتنعت اصلا. والاقتنعة ده بيجي من جوايا. من نفسي انا. انا مقتنعة ان انا هلبس الحجاب دلوقتي هلبسه. مش مقتنعة مش هلبسه. انت ممسوط اوي ان انا ممكن اقول لك اشه الله جابد يلا بقى ندوس بقى المسوط الفجار والنزل دلوقتي يجيب كبترحة. بعدها بشحر نزهي طعم. قال عايب. انت كانت ممسوط? اكيد لا. في ناس كتيرة او عملت كده ممكن انا كمان اعمل كده. المشكلة. مش عارف انا انا مش عارف ارده جماعة لو حد ياملو كراه هو فعلا فيه ناس خادت التجربة دي وعملوا كده فعلا. ايوان. بسبب ان الراجل دايما بيفرض او بيغصب. والنتيجة بتبقى انا ما اقتنعتش او ايا يكن ايه السبب. بالضبط انا هيجيبي الوقت. بصراحة انا مش حابب احنا نكون التجربة دي. يا يكون بقتناعة انا بصراحة احترمج احترمج في قرارك انك عايز تغذي حاجة. انا مقتنعة انا اللي هاجيها فجأة كقول لك حليم. انا قررت ان انا نبس الحجاجة بيالله بينا ننزل نجيب اللبس بتاع الحجاجة. يا انت هي بقى اسعد يوم في الحياة? بالضبط. بس لما يجيلي الوقت المعين اللي انا مقتنع بيه وعايز اعمله. مش عابله عشان انت عايزه ولا عشان الناس عايزاه. انا بعمله عشان ربنا. ده ما بيني وعبين ربنا. ما تقتنعنش بقى اي حاجة تانية بقى. بصراحة بعد القوملة دي مش هقدر اتكلم. بس خلاص الفيديو افروض خلص يعني مش فهم انت عايز اي يعني مني. انت اقتنعت اه ما حاجة ان انت مقتنع. ويه اللي انت اقتنعت? بس شبتها لسه انا كلامي مقنع. ايوة ده معناه. معناه ان انا حتى في نفس الفيديو. لحييه تخلقه. طب يا سيتي اكمل الفيديو بيه. حسناك متعصى. بليبنا تفكرين كم جريد? لا اسلوبك بجد يعمل مش انا اللي مستفز خالص ولا انا اللي بستفز خالص انت اللي اسلوبك بجد مستفز جدا. يا حتى اكمل الفيديو يا سيتي بيه ايه هاتخساري ايه لو كملت الفيديو بيه. وانا محجبة? عشان جوايا عايزة كده. لك انا هلبس حجاب ليه دلوقتي? انا اصلا مش محجابة. اكمل الفيديو ليه? انا هقدر اساعدك ازاي لو انت مساعدنيش ان انا ساعدك. بس دي حاجة انا عايزة فاهمها. ساعدني ايه? ان انت تلبس الحجاب. مش هلبس الحجاب. طب البس الحجاب ايه. مش هلبس الحجاب. ومش هتحجم. طب البس الحجاب. لا ما تتعصبش على ما تكلمنيش. اه دي الحجاب اهو. اهو. انتو كان مبسوطين? جميل? فيديو حلو صح? مبسوط انت كده. خدت الكلام الناس. ورأيوهم. ونفستو. هكلام مبسوط. انتو مش مبسوط. هجبتها واي جميعا. هجبتها. واي دي النتيجة. وقادي اللي حصل بعد ما احنا حاولنا بالطريقة اللي انتو بتتكلموا ديها في الكومنتاج. طبعا انتو كده شايفيني اه راجل يا لح. زعقت وفردت رأيي. وعملت اه جامل. عجبتكم مش كده. ده اللي انتو كنتو المفروض مستنيينه من الفيديو اللي فات ان انا حاول ابدأ اعمله وقاديكو شفتوا النتيجة. وانتو عارفين كويس قوي ان النتيجة دي بتقدي للنتايج دي. وان الحاجة دي بالذات ما جاتش عن اقتناع مش بتكمل. اجيلها وقت برضه وترجع زي الاول. فالحاجة دي يا جماعة انا شايف ان هي بتيجة اما بالتدريج اما بالاقتناع اما بالمحاولات. لحد ما نفسكو تقطع زي ما انا نفست قطع حالا كده. الرجولة بقى انا مش هتكلم فيها لان الرجولة الصح هي انك تخلي الست بتاعتك ولو كمان منقبة شوف مش بقولك بقى اللي بتلبس براحتها لأ منقبة ودخلت شتمت دنتي عائلة صغيرة. يعني لها تتحاسب لسه ولا هي فهمة هي بتعمل ايه. ومجرد طفلة بتقول لها انت بقيت عجلة. انتم متخيلين يا جماعة ادي دي حاجة صدرت من واحدة منقبة. يعني المفروض ان هي شايفة نفسها ضمن جنة. المفروض او لو هي مش ضمن جنة يبقى برضو نفس الكلام النقاب مش مقياس. التربية الاحترام الاخلاق القلب جوا سواد ولا بياض. ربنا سبحانه وتعالى لما قال انما الاعمال قلبي ايه? بالنيات. النيات دي موجودة فين? كوة القلوب. ما قالش بالشكل الخارجي. ما قالش بالدقن او علامة الصلاة او الخمار او الحجام او السبحة او الشكليات. ايه حاجات ما حدش فينا ما يتمناش ان يعملها. انا واحد اكتر حاجة بتضيقني نفسيا ان انا اكون مكسر في الصلاة. والله العظيم. الفترة اللي انا ممكن اكون مش ملتزم فيها في الصلاة واصلي مرة في اليوم او مرتين في اليوم بسبب دقت شغل او مسافر او شيطان او اي حاجة انا ممكن اكون بعملها انا ممكن انا مخنوق. مخنوق. طبيعي. لان ما فيش حد بقى يتمناش ان هو يكون كويس مع ربنا. مع ربنا. مش مع الناس. انت كويس مع الناس انا كويس معك وانت كويس معها بالاحترام المتبادل والاخلاق والحاجات الجميلة اللي احنا المفروض بنعمل فيها في الارض. ناما مين بيصلي مين ما بيصليش مين اتحجب مين مش متحجب مين شكله ايه مين بيعمل ايه. الحاجات دي مين اللي هيتحسب عليها ومين هي حسبنا عليها. فدي حاجة انا شايف واعتقد كمان اغلبكو شايف ان دي حاجة متعلقة بربنا المفروض احنا بندعي البعض بالهداية بالاصلاح بالحاجة الحلوة. بنتمنى ان اللي قدامي يكون شكله كزا او ان هو يعمل كزا مش لازم تعمل كزا. وان دي من الرجولة وان دي من الاحترام. في ناس ربطت والله العظيم. خشوا شوفوا كومنتات بتاعة الفيديو اللي فات. الحجاب بالاحترام. يعني يقولوا ده فلانة محترمة. بص دي مش محترمة. ايه علاقة الحجاب بالاحترام? اجيب لكم كام مثال. الحجاب من فوق. واللسان والافعال واللبس. فكل اللي انا مستنيه منكم بجد بجد. اللي يملك زرة خير جواه. انه يدعي لنا. ايه ده الامل? ايه دي عبي الكلمة الحلوة? حتى لو في سرك مش في الكومنت. فكت خالص من الكلام ده. انا بعمل الفيديو ده والله العظيم وانا عارف نهايته هتبقى عاملة ازاي? لان انا دي اللي مربية انا انا عارف العقلية بتفكر ازاي? وعارف الخلطة ماشية ازاي? وعارف ايه ممكن يقنع? وايه ممكن ما يقنعش? وايه الوقت اللي مناسب? في حاجات كده تبقى زي ما بيقولوا اسرار بيوت. ما 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 ينفعش انا اقولها لكم. ولا ينفع انا اتدخل في حياتكم في بيتكم وقولكم هو ليه فلانة معملتش او فلانة عمل وليه راح وليه جيت? حاجات دي كلها جماعة بتبقى امور شخصية داخلية ما ينفعش احنا نخلطها او نصغيرها او نتكلم فيها. بس انا اتكلمت بجزء بسيط منها جدا عشان اوريكم نتائج من الحاجات دي وده مش معناه اركزوا معي. ده مش معناه ان احنا ما نحاولش مع اولادنا ولو حتى في سن صغير او حتى لو حد شرد حتة صغيرة ان احنا برضو ما نحاولش معاه ان احنا نرجعه على الطريق الصحي تاني. مهم الطريقة الصحة والاسلوب الصحي والكلمة الكويسة اللي بتحبب الشخص ان هو ايعمل الحاجة الكويسة دي. عليش طولت عليكم انا اسف. ويا رب رسالة الفيديو تكون تفهمت صح? ويا رب انتم ما فيش حد فيك يكون بتائم من حاجة. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتيرة. وخلا بلكون نفسكو.